تصرف فردي وعمل ذاتي التخطيط والتنفيذ هكذا تحاول الحكومة في العراق تصوير عملية استهداف مطار بغداد عبر اتهام شخص بعينه في القيام بذلك فلا ميليشيات ولا مخططين ولا أهداف سياسية وأمنية عميقة لتلك القضية بعيدا عن التوصيف الحكومي المثير للسخرية فلهذا الاستهداف أهداف وغايات تؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب ومحاولات تميع القضية بتجنب الإشارة بأصابع الاتهام إلى الميليشيات وفتح الباب على إرهابها المنظم وفي سيق استمرار التناقض الحكومي في التعليق على قضية قصف المطار ها هو الكاظم ينسف نظرية تحميل الاستهداف لشخص معين عندما قال إن المجرمين يعدون الصمت على الاستهدافات غطاء سياسيا لهم وذلك أوضح تلميح على أن عمليات الاستهداف ممنهجة وتقف وراءها ميليشيات لها غطاء حزبي وليس عملية فردية قام بها المدعو أكرم محمود راشد بعثة الأمم المتحدة في العراق تؤكد على ضرورة أن لا تفلت ما سمتها الجماعات التي تقف وراء الهجمات على المصالح الأجنبية والمؤسسات المدنية في العراق من العقاب فالوضع في البلاد على الحقيقة يمكن وضعه في القائمة السوداء عالية الخطورة من الناحية الأمنية وبالفعل بدأت ارتدادات استهداف مطار بغداد تظهر والبداية من الكويت التي أوقفت رحلاتها إلى العراق وذلك ما سبب خسائر مادية كبيرة استهداف المطار لا ينفصل عن ارتدادات الانتخابات الأخيرة وانتقال الصراع من الأروقة الحكومية إلى الشارع بدءا من الصدامات أمام المنطقة الخضراء مرورا باستهداف منزل الكاظمي إلى أن توسع الأمر إلى تهديد المنشآت المدنية وكل ذلك نتيجة وضع مصير العراق بيد عملية سياسية كانت وما زالت فاسدة